هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ بالرأي المرجوح إذا كان قد تأمل وبحث بالموضوع واطمأن قلبه للقول المرجوح على القول الرجوح لا حرج في هذا لأن الرجحان مسألة نسبية مدام القضية اجتهادية في الأصل وفيها قوي وضعيف وراجح ومرجوح فقد يكون المرجوح عند قول راجح عند فريق آخر مثلا عدم وقوع الطلاق البدعي عند الأئمة الأربعة مربوح وعند الشيخ السايم التهمية ومشايخ بلاد الحرمين الراجح قوي يأخذون به ويفتون الناس به فالرجحان يا ولدي قضية نسبية فإن كما تقول طالب علم هو صاحب نظر وتأملت وبحثت واطمأن قلبك للقول المرجوح ولاك فيه سلف وقول مرجوح معاني هناك من سبقك إلى القول به من أهل العلم يعني أنت لم تبتدع القول به لم تبتدع القول به دائما احضر لا تتحدث في مسألة ليس لك فيها إمام لا تكون أنت أول من ابتدع القول فيها أما مسألة سبقك إليها أئمة كبار وإن كات مرجوح عند الجمهور فاطمأن قلبك إليها وكنت من أهل النظر ولو النظر النسبي أرجو أن لا حاجة في هذا بإذن الله